أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن مشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيرنا على الله شططا وأنا ظننا أن لم تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهاقا وأنه ظنوا كما ظنعتم أن لن يبعث الله أحدا وأنه لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنه كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا وصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائقا قدادا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأنا منا المسلمون ومنا القاستون فمن أسلم فأولئك تحروا مرشدا وأما القاستون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقينا مماء غدقا من أفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعانا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك بي أحدا قل إني لا أملك لكم ضررا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولم أجد من دونه ملتحادا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله رسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إثار أو ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري أقريب ما تعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا